تدريبات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها في المثلث الحدودي السوري التركي العراقي بين قوات التحالف الدولي وسوريا الديمقراطية استخدم في التدريبات الأسلحة الثقيلة والصواريخ وقذائف موجهة ضد الدبابات نقوم بالتدريبات لأول مرة هنا ولن تكون الأخيرة ونكمل العمل مع شركائنا ونقدم لهم الدعم وسعيدون بالعمل المشترك وتأتي التدريبات المشتركة بعد أيام فقط من بناء التحالف لقاعدة ثالثة في القامشلي ليرتفع عددها الإجمالي إلى ثلاثين بعضها يتمركز في أكبر حقول النفط والغاز في البلاد ما زال داعش موجودا فإن التحالف باق في الفترة الأخيرة استعاد داعش نشاطه وبدأت حملة أمنية في مخيم الهول ونحن على وشك توسع نطاق التمشيد بحثا عن خلايا داعش في مواقع أخرى لذلك نجري هذه التدريبات واستقدمت قوات التحالف في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري تعزيزات عسكرية مكثفة إلى قواعدها من نحو ثمان وعشرين قافلة توجهت معظمها إلى دير الزور والحسكة عقب تزايد التحركات الإيرانية غربي الفرات يقول التحالف الدولي أن التعزيزات العسكرية وبناء قواعد جديدة والتدريبات المشتركة مع قصد هدفها تعزيز جهود محاربة داعش إلا أن مراقبين يرون أنها رسائل إلى محور النظام إيران روسيا بأن شرق الفرات خط أحمر من مدينة ديرك المالكية شمال شرق سوريا جمعة كاش الحدث